بإعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمديد اتفاقية الحبو. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد الالتزام الكامل للمنظمة الدولية بإزالة ما تبقى من عقبات في طريق تصدير الأغذية والأسمدة من الاتحاد الروسي، وهو بند من الاتفاقية تعتبره موسكو بالغ الأهمية. من جانبه، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكساندر كوبراكوف أن تمديد العمل بالاتفاقية سيكون لمدة 120 يوماً، اعتباراً من التاسع عشر من نوفمبر الجاري، موعد انتهاء المدة الحالية مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى هذا القرار خلال مفاوضات جرت في مدينة إسطنبول التركية. وفي وقت سابق، توقع متحدث رئاسة روسية ديمتري بيسكوف أن تنتهي المفاوضات بإزالة القيود المفروضة على تصدير منتجات موسكو. وقالت السلطات الروسية على لسان وزير ماليتها أنتون سيلوانوف إنه لا مانع لديها من تمديد الاتفاقية طالما تم إرسال المزيد من الحبوب إلى الدول الأكثر احتياجاً. وسمحت الاتفاقية التي وقعت في الثاني والعشرين من يوليو الماضي بوساطة تركيا والأمم المتحدة باستئناف شحن الحبوب من ثلاثة موانئة أوكرانية على البحر الأسود والتي توقف الشحن منها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وساهمت الاتفاقية في شحن حوالي عشرة ملايين طن منذ الأول من أغسطس ما أسفر عن الخفاض أسعار الحبوب في العالم. سنة المهداوي تراتي عربي